بطريقة صريحة وموضوعية وأني مو واحد مثل الأطرش بالزفة بس يقولون مشعان هو صاحب الجهد الأكبر في تحقيق التوافق بين تقدم وعزم أطوف بالبلالة أنا مو هذا الشخص أنا أعرف أن هذا الأمر لا شغل مشعان ولا شغل ما أدري منه وحجم الخلافات كان كبيرا والشتائم بيننا كانت كثيرة والعامل الخليجي ومو العامل الخليجي والعامل التركي قاعد يحود بنا مثل ما يؤثر على الآخرين أو هناك مندوبين من أجهزة مخابرات قاعدين في بغداد أو قاعدين عندنا بالشرقاط ولا قاعدين بالرمادي يقولوننا شو تسوين الأمر مو هكذا أنا إذا أكون معك صريح العامل الخليجي والتركي اتفقا على أن يدفعونا باتجاه التوافق نقطة للسطر العامل الإيراني يعمل على أن لا نتوافق بشكل واضح وصريح ولذلك العامل الإيراني يشغل علينا سنة إيران حتى يخلونا من يتوافق ويطبون مننا ويانا ويطبون مننا ويخلقون لمشاكلوا في تنبيناتنا والعامل التركي والعامل الخليجي يعني جمع الرؤوس وبشكل ما أعلن محمد الحلبوسي وخميس الخنجر اجتبعوا بضيافة الرئيس أردوغان قبل ما نتحدث عن أي توافق وقبل إعلان نتائج الانتخابات فهذه القصة مواني مسؤول عنها هذا اللي هو العامل العراقي أنا ما أرد حملك المسؤولية لو للعامل الخارجي لو للعامل الخارجي السيد خميس الخنجر ما كان وضعه بالوضع الحالي نعم تفضل أنا ما أرد حملك المسؤولية في هذا ولكن ألا تعتقد أو بسيغة السؤال هل ما زال سنة إيران فاعلين أم لفظهم المشهد بالانتخابات الحالية حتى يواثر عليكم سنة إيران أصبحوا نصف يعني خسروا نصف مقاعدهم في البرلمان الحالي ولكن بعدهم موجودين بعضهم استطاع أن ينجح بما سرق وبما نهب ودخل الانتخابات ليس على أساس هو جزء من المشروع الإيراني وإنما أو عميل لإيران أو صديق لإيران أو حليف مع إيران نحن لسنا ضد إيران على فكرة بستوضيحة لجنابك ونحن نحترم المصالح الإيرانية ونعتقد أننا علينا أن نستنبط ونبحث عن كل ما يجمعنا مع إيران ولكن أيضا بذات الوقت نعتقد أن إيران تدعم حلفائها من السنة على حساب الآخرين وتريد أن تفرض علينا أشياء قد لا نتقبلها أنا شخصيا كمشعان الجبوري لست من أعداء إيران أنا ضد النفوذ الإيراني في منطقتي وضد ما تقدمه من دعم لبعض رموز الفساد وآفاته التي دمرت محافظاتنا الغربية أما إذا الأمر يتعلق باحترام مصالح وحسن جوار وصداقة وأنا لا أتمنى أن يتم الاعتداء على إيران ولا أتمنى أن تضرب إيران كما ربما يتوقع البعض ولا أريد أن تحاصر أنا أريد التعايش مع إيران ولكن هناك أناس اختاروا أن يكونوا قنادر برجل صالح القرار الإيراني ولكن يا أبي يزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر